لدى استقبال سموه الوفد تجاري وديني هندي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن البحرين شكلت على مر التاريخ محطة مضيئة في حوار الحضارات والثقافات والأديان لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تحرص على الإسهام الفاعل في تقريب الثقافات والأديان لإيمانها الراسخ بأهمية ذلك في الوصول إلى السلام العالمي مؤكدا سموه أن هذه المعطيات جعلت من المملكة خيارا استراتيجيا للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى ما توفره الحكومة من بيئة خصبة وتسهيلات للمستثمرين وأكد سموه أن البحرين والهند الصديقة تتشبهان في أنهما نموذجان للتعايش والتعددية الدينية التي ترتكز على تاريخ طويل من التسامح الذي شكل ثراء مجتمعيا وقال سموه أن ما يتسم به مجتمع البحرين من تعدد يشكل أمرا حيويا لأي مجتمع وهذا التعدد نابع من روح التسامح التي عرف بها شعب البحرين فالبحرين تضم مختلف الأعراف والديانات وعرف مجتمعها على دوام عرف بالتسامح وتقبل الآخر وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصلي ضبية صباح اليوم وفتن تجاريا ودينيا من جمهورية الهند الصديقة يتقدمهم السيد راجين كانت شامالجي أجميرة رئيس مجلس إدارة شركة أجميرة وخلال اللقاء رحب سمو بتوجيه المستثمرين من جمهورية الهند الصديقة لتعزيز استثماراتهم في مملكة البحرين عبر التعاون البناء مع القطاع الخاص البحريني مؤكدا سمو أن العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل وللجانب التجاري نصيب وافر منها وإسهام فاعل في تطويرها ولا يزال التعاون الاستثماري يرفض العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكال الدعم والإسناد وأعرب سمو عن ارتياحه لما تشهد العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من نماء مستمر يعكس عمق روابط التعاون التاريخي التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وأكد سمو أن العلاقات البحرينية الهندية ترسخت عبر سنين طويلة وترتكز على أسس متينة من الاحترام والحرص المتبادل على بناء نموذج قوي للتعاون يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقد أشهد الوفد التجاري الهندي بما هيئته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من كافة أسباب النجاح للاستثمارات الأجنبية منوها بما تشهده مملكة البحرين من نشاط استثماري وحراك اقتصادي يشجع المستثمرين على يتخذوا من مملكة البحرين منطلقا لأعمالهم فيما أعرب الوفد الديني الهندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تحظى به الجالية الهندية من دعم ورعاية من الحكومة برئاسة سمو مشهدنا بما تتمتع به مملكة البحرين من حرية دينية وتعددية فكرية وثقافية واسهامها الفاعل والمؤثر في الحوار بين الأديان والثقافات ترجمة نانسي قنقر